أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن علاقة مصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعد نموذجاً لشراكة التنموية المستدامة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزباكستان وقد أعرب الوزير عن تطلع مصر لضخ البنك المزيد من الاستثمارات الإضافية في مصر بالقطاعات ذات الأولوية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات الخضراء خاصة أطاق المتجددة